السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله وصعد الله ووقاتك كون بكل خير داتك خلونا نصل على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم سأشرح بهذا الفيديو عن طريقة تثبيت نظام اندرويد لجهاز سامسونج اس 8 بلاص طبعا هذه الطريقة تصيد لجميع انواع الاندرويد لذلك اذا كنت اول مرة تدخل على قناتي وتماني تشترك بالقناة واذا اعجبك الفيديو تضغط على زر اللايك لاني اللايك بيساهم بانتشار الفيديو بشكل اوسع وتابعوا معي الشرح للنهاية اذا كان فيه تحديث النظام متما شايفين بجيني اشعار هون على احد الاشعارات انه تحديث البرامج طبعا اذا هذا الاشعار ما اجاني ندخل على اعدادات الهاتف على الضبط ضبط الهاتف او اعدادات الهاتف حسب كيف مسجلين ننزل لتحت خيار اسمه تحديث البرامج اذا انت شايفين يكتب لي تنزيل تحديثات اخر تحديث هذا هو تحديث البرامج ندخل عليه تطلع لي قائمة تحديث البرامج بهذا الشكل قبل ما بلش بتحديث البرامج لازم انت تكون قبل البداية شحن التليفون تليفونك فيه اقل الشي 50 بالمية شحن والثاني الشي لازم تكون عندك مساحة تخزين بهاتفك لحتى تقدر تستوعب حجم النظام الذي يتثبت بتليفونك وهو يتراوح بين 500 ميجا و 1 جيجا تقريبا وثالث شي والاهم انك تكون متصل متما شايفين عبر واي فاي يعني كون انت متصل عبر الواي فاي لكي لا يقل معك بيانات بالهاتف نضغط على تنزيل تثبيت متما شايفين هون تطلع لي التحديث جاهز التثبيت هون يبعطينا بعض الميزات الجديدة للهاتف اثناء التحديث يعني هو يبعطيك الميزات شو صار معك مستجدات تضغط منتع الميزات هون بتشوف كاتب لك ان تم تحسين امان الجهاز بعد التحديث لن تتمكن من اجهار التلقيق البرنامج القديم بسبب تحديثات نهج الامان تحديث البرمجيات يمكن ان يشمل ميالي على سبيل المسال للحصر تحسينات تثبات الجهاز وحلول المشاكل ميزات جديدة ومحسنة تحسينات اضافية للاداء تحقيق اقصى استفادة ممكنة من جهازك يوجد تحديث الجهاز باستمرار والتحقق انتظام من وجود تحديثات البرمجيات مثل ما شايفين هاي قائمة التلاطينيه بميزات جديدة للتحديث طبعا انت بها الحالة تضغط على تثبيت الان سوف نثبت النظام مثل ما شايفين كتب لي تحديث نظام اندرويد جارة تحديث للتحديث البرمجيات طبعا بعد هون مثل ما شايفين هون نستنى حتى يوصل لها المية ونكمل ونكمل بعد اكتمل المية يعمل اعادة اقلاع الجهاز لا انت لا يوجد تحكم بالجهاز ولا يوجد تعمل شيء حتى يثبت النظام لغاء الجهاز جارة تثبيت تحديث النظام مثل ما شايفين كتب لي هون ونبدأ يعد مثل ما شايفين اعطاني 100% سوف نستنى حتى يقلع الجهاز مثل ما شايفين عمل اعادة تشغيل للنظام مثل ما شايفين كتب لي جارة تحديث لهاتف وجارة تحسين التطبيقات الآن كل شي تطبيقات بالتليفون عبي يحسن اداء طبعا انا بستنى لحتى يكتمل تحسين التطبيقات بيبدأ يعد مثل ما شايفين حاطلي رقم 372 يعني ما كنت تحط الفيديو كله لاني الفيديو الوقت طويل وكله على الفاضي فانا قصيت من الفيديو فانت لما كتمل التحديث بيكستنى حتى يكتمل معك التحديث استغل رقمه بين 10 او 4 ساعة هاي بعد ما كتمل العداد هاي بعد ما نشوف هاي عدد اقلاع مثل ما شايفين يشتغل الهاتف هاي بكتب لي جارة انهاء تحديث النظام هاي بكتب لي تحديث برامج تمت تحديث هاتفك اللي هو موافق هاي بكتب لي هاي بكتب لي تحديث معنا ان الجهاز على احدث الظهر منها يكون افرادكم هذا الشرح